حديات عديدة تواجه القطاع الصناعي في العراق ما أدى إلى توقف العديد من المصانع والمعامل الانتاجية منها في كاركوك معمل المحلج الذي يعد من أهم المعامل التي حققت اكتفاء ذاتيا في السابق ورغم إنفاق الحكومة نحو 14 مليار دينار لإعادة تشغيله إلا إنه ما زال معطلا إضافة إلى مصانع أخرى تابعة للقطاعين النفطي والخاصة الجميع يعلم أنه معمل نسمية معطاة فرصة استثمارية وخارج نطاقل سيطرة الوزارة والمحلج كل يعلم بأنه تم بناء من قبل وزارة الصناعة نحن طلبنا من وزارة الصناعة أن نشيط المحلج وضع خطة لاستلام الأخطان بدعم الفلاح لحد الآن لم يستجيبوا لذلك وزارة الصناعة أشرت في آخر إحصائية لها قرابة 250 معملا حكوميا متوقفا عن العمل منذ عام 2003 وثلاثة فضلا عن تقليص عمل البعض الآخر منها بسبب دخول المستورد ومنافسته الإنتاج المحلي كمعمل السجاد اليدوي الذي يسعى للمحافظة على إنتاجه رغم تقليل عدد عماله وخطوطه الإنتاجية معملا سجاد فاركوغ من المعامل اللي حافظة على الثلاث وشغولها اليدوي من تأسيسها 1994 اللي كانوا يشتغلون بيه بعدد العامل نساجات 300 نساجة بعد مرور هاي الزمان والشغل يعني قل العدد توقف أغلب المصانع والمعامل الحكومية دفع التجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى التوجه نحو استيراد البضائع من تركيا وإيران ما أدى إلى إغراق السوق بالمستورد ومنافسته للمنتج المحلي لأسعارها المنخفضة يعني الأسواق مليئة بالبضائع الصينية والتركية والإيرانية فقط اقتصرت على هذه الدول منتاجها كله يصرف في العراق والمنتج العراقي غائب عن الساحة بالرغم من أن محافظة كاركوك من المحافظات المشمولة بالبترو دولار ألا أن المعامل والمصانع التابعة لوزارة الصناعة تقع خارج صلاحيات الحكومة المحلية بما يجعل المصانع التابعة لوزارة الصناعة خارج صلاحياتها يأتي ذلك في وقت تنظم فيه وزارة الصناعة معرض صنع في العراق في العاصمة بغداد بدورته الخامسة وبمشاركة مجموعة كبيرة من شركات الوزارة والقطاع الخاصة بهدف دعم المنتج المحلي وخلق بيئة صالحة للصناعة فضلا عن تجاوز معوقات تنشيطها سعدون السلطان الحراء كاركوك